السلام عليكم اوليداتي. كديرين. لمس عليكم. بخير. نتمنى تكونوا بخير ولا خير. كيف عاملين مع الفيروس هذا. ونتمنى ويتشافى منه. ويرفع عنا الله البلاء. مهم. مرحبا بكم عندي. اليوم شاء الله جايكم واحد حكاية جديدة. ديال واحد الفتاة. واحد الاب غي يخطب واحد الفتاة لولده. وهذه الحكاية اتقوم فيها عبرة لينا والجامع. امتمنى تعجبكم الحكاية. ما تنسوش تكملوا الفيديو تال اخر. وبتنسوناش بدعم ديالنا والاشتراك في القناة. والضغط على زير اللايك. يا الله. امتمنى تعجبكم الحكاية. جدي. وجدي. عود لنا ذلك الحكاية اللي كانت يتعود لنا شحالها دي. يعجبوني ذلك الحكاية ديالك جدي. واخا ولدي. نعود لك ولدي الحكاية. مهم. انا نعود لك واحد الحكاية الصراحة. فيها عبرة لينا والجامع. واسمعني يا ولدي مزيان. اسمع وتمع المزيان في هذه الحكاية. الحكاية اللي غنعود لك دياله واحد الاب. مش يخطب واحد الفتاة لولده. واسمع مزيان. في واحد النار والدي من ايامة الله. واحد الولد عجباته واحد الفتاة اللي كانت غاية في الجامال. عيونها رائعة. والجامال دياله مبهر. ويخبر ابباه بالقصة دياله ديك الفتاة. وبباه فرح. وقال ليه. يلا ولدي نخطبها لك. ومين شويش خطبوها? شاف ابباه. وعجباته الفتاة. هو يقول ليه. وقال لولده. ادل بنتا دياله خاصة واحد راجل يكون كبير. اللي يتحمل للعبء ديال المسئولية. هو يقول ليه ابن دياله. من الكلام اللي قال. ويتتاجر معاه. الدراجة انهم مشوا القسم الشرطة. ومنين شاف ام يمشوا قسم الشرطة. شاف رجل الشرطة هو كذلك. وقال ليه. هاد البنتا دي خاصة شي واحد اللي في المثل المنصب ديالي انا. حيث نخليها تعيش حياة سعيدة. وقال ليه. ما نغدي نزوج بها. وما يتشاجروا جميع. وانتقل الامر الحاكم من القرية. اللي رأى هو بنفس الفتاة. وعجباته. وقال ليهم هاد الفتاة في حاجة لزوج كيعمل حاكم مثلي. وكبرات المشاجرة. لدرجة انها صعدت الامر الامير للبيلاد. اللي شاف الفتاة. وقال ليهم كذلك هو خاصة تزوجني انا. لانني امير البلاد. واملك كل شي. وفجأة. الفتاة تكلمت. بعد ما كانت صامتة واحد لمدة طويلة. وقال ليهم. انا. طلقيت لكم الحل. باش تنهيوه الشيجارة هذا. وما يقولوا ليه. خبرين بالحل. قالت ليهم. اللي جرى ورايا. وشدي. ان كن من حقه. وزوجته باعلا. وركضات الفتاة الجميلة. وركضت وقالت ليهم. عرفتوش كون انا. قلت لهم انا الدنيا الزائلة. تجرون ورائي وتقعون في القبر في النهاية. دون ان تدركوا ماذا حدث لكم. سمعت يا ولدي. العبرة من هاد الحكاية. لان ان كل من يرقد وراء الدنيا ومتاعه الزائل. يخصوا يتذكر ان المصير واحد وهو الموت والرقود في القبر ولدي. وهذه هي حكاية دليوم ولدي. انتمنى تكون استفدتي من هذه الحكاية. واخديتي العبرة منها ولدي. حكاية زوينة جدا. صراحة استفدت لنا بزاف. خديت من العبرة. ان كل واحد يجري وراء الدنيا. في الاخر دياله والمصير دياله والاخر هو الموت. خاصنا نعملو الاخرة ديانة جدي. هات الشي اللي يستفدت من هذه الحكاية دي. صار حكاية زوينة جدي. شكرا جدي على هذه الحكاية.